كنا نمني أنفسنا ومن سنوات طويلة أنه سيأتي يوما علينا نحظى بمشهد سياسي وحكومة متماسكة وعادلة بعد صبر طال كثيرا السياسيون دائما هم على خلاف وهذه الخلافات وهذه التقاطعات تحكمها لغة المصالح وتأمين هذه المصالح على حساب كائن من يكون هذه المرحلة وأتحدى من يقول بغير هذا مرحلة لم يقبض منها العراقيين سوى خطابات لا تذر ولا تنفع لا تقدم خدمة لأحد وكل حاكم جاءك كأنه خطيب لا يمتلك غير هذه الصنعة ويعتقد أن قدرته في التلاعب على المفردات وتسويق الشعارات أن هذا الشعب سوف يصدق بما يقال له لكن لكم الحقيقة أننا حتى وإن سمعنا هذه الخطابات نضحك عليها ومنها ومن أصحابها كل عمرنا أشتتحت رحمة الحكامي واستهتاراتهم ونزواتهم وأدواتهم اللعينة حين يتمكنون من السلطة ولكن لماذا أحنا في كل خلاف يحصل بغض النظر عن مسبباته ومبرراته نحن الذي يجب أن ندفع الثمن شنو مطلوبين للحكام مطلوبين للسياسيين ليش هذه التصرفات ولماذا لم يتم الانتباه إلى حقيقة أن هذا الشعب يستحق الخدمة هذا الشعب محب للحياة هذا الشعب مسالم لماذا لم ترتقل طبقة السياسية بتصرفات وشلوكيات وأداء ولغة تتناسب مع حجم طموحات الغراقيين وعن مستوى التضحيات الذي قدموه خلال هذه الفترة هم الذين كسروا المشروع الطائفي هم الذين انتسروا على داعش هم الذين جعلوا الديمقراطية تعيش وأن أصابها الكثير من الخلل بسبب النزعات السياسية والإقطاعيات السياسية هنا وهناك في كل مكان من الأرض السياسيون يختلفون لكن عندما يغيب الحوار ويصبح السلاح لغة بيد السياسيين فهذا أمر يؤشر أن هؤلاء لا علاقة لهم بالسياسة ولا علاقة لهم بالقيادة أنهم يعرفون أين هو الزناد وكيف يضعون أصابعهم في اللحظة التي يختلفون فيها وحينما يفقدون العقل وتكون الخطابات المتشنجة هي التي في مقدمة ما يمكن إذن نحن أمام كوارث كبيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر